جوائز الأسكار ورغم أن نجوم أفلام كثيرة ينتظرون يعرف عدد الجوائز التي قد يحتضنونها في ختام سهرة الأسكار إلا أن هذه ليست حالة صانعي فيلم The Dark Knight الذين خاضوا ظنهم لعدم ترشيحهم لأي جوائز كاري بيش التي لعبت دورة كاثلين ستافول في أرغو كان لها رأيها فقالت جون جاتينز كاتب فيلم فلايب أبدأ رأيه ولكن بطريقة كوميدية الممثل المخضرم الباتشينو رفض التصريح بتوقعاته وهذا إذن كان رأي توني كاشنر كاتب فيلم لينكن أما ليري كينغ فشاء أن لا يبدل عادته وهي الصراحة الواضحة الموقع الرسمي لجائزة العريقة يسمح للجمهور والمتابعين بأن يعلنوا عن آرائهم بالفائزين الذين يتوقعونهم بينما نحن قلبنا الآية وجلنا بين المتخصصين إذن هل تصدق توقعاته ومن سيكون الرابح الأكبر في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامسة والثمانين؟ كل هذه تطلعون عليها في تغطية من قلب الحدث من هنا على سجادة الحمراء لقناة NBC رافي بوغوسيان هاليوود كاليفورنيا موسيقى موسيقى